السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كلها جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الاحرف الانجليزية وكل حرف كم طريقة يلفظ بالكلمات باللغة الانجليزية الكثير يجد الصعوبة اثناء لفظ الكلمات يعني اثناء القراءة نحاول ناخذ الاحرف الانجليزية وكل حرف نعلق عليه ما هي الحالات المحتملة انه نشاهده بهذا النطق او ما هي الحروف التي تجمع معا لتشكل هذا الحرف A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z اذا لدينا 26 حرف احرف كبيرة واحرف صغيرة capital letter small letter يعني الاحرف الكبيرة نكتبها درس مفصل لحب يرجع عليه مثلا استخدم الاحرف الكبيرة مثلا اسماء الاشخاص يعني اسماء العلم اسماء الدول اسماء الجنسيات بداية الجملة الانجليزية وهكذا وعدنا الاحرف الصغيرة كل حرف في منه شكلين الشكل الاول الكبير والشكل الصغير اللاحظ هذا مختلف ال B ايضا مختلف ال C لاحظ بس واحد كبير واحد صغير هذا ايضا مختلف ال E ايضا مختلف ال F مختلف ال G ايضا مختلف عدنا ال H واحد كبير واحد صغير واحد كبير واحد صغير ايضا عدنا ال K L اللاحظ كل الحرف هذه نفس الشكل بس واحد كبير واحد صغير عدنا ال Q ايضا مختلف ال R في اختلاف عدنا ال S T ايضا نفس الشيء تقريبا هو ال F ايضا اعتبره لكن في عدنا T capital T small بهالشكل هذا ايضا F capital F small ايضا مثل S F عدنا T في زيادة فوق عدنا U ايضا لاحظ نفس الشكل بس واحد كبير واحد صغير W ايضا عدنا ال X ايضا ال Y وعدنا Z نفس الشكل بس واحد كبير واحد صغير ايضا كما قلنا تقسم ال 26 حرف 26 letters في عدنا خمس حروف البعض اعتبرها 6 حروف صوتية عدنا حرف ال O ال A ال I ال U وحرف ال E كما قلنا يعتبرون ال Y ايضا حرف صوتي يعني يعبر عن الوجه هو neck العنق الكثير يخطأ ايضا بالاحرف مثلا يريد ان يكتب كلمة ما وليكن pin بيلفظ يقول pin بدل حرف عدنا ال P يقول B ايضا بدل حرف ال E يقول I N ايضا واضح عدنا هم تتغير الكلمة تماما بين pin قلم وعدنا بين سلة اذا فرق كبير بين P B بين E بين I الاغلب ما يميز بين الاحرف الصوتية حرف ال A ال I ال O ال U وال E ال Y لاحظ الصوتها يجب ان احفظها تعبر عن الوجه كما قلنا يجب ان احفظها تماما ايضا يجب ان نميز بين حرف P B حرف ال P اللاحظة حطانا ورقة F في حركة بين حرف ال B B B لاحظ بينها P P اللاحظة الورقة التحرك اذا يجب ان نميز بين ال P وال B ايضا V F V F V F لاحظ ايضا بين ال I E U O C S K Q يجب ان نميز بين هذه الحروف لاحظ حرف ال A فيه له ست الفاظ مختلفة ممكن يكون came مثل بلق جدية A A A came ايضا ممكن A مات ملاحظين مات ايضا ممكن يكون A مفخمة A father father ملاحظين لنقول father father A مفخمة A ف ايضا was A was ايضا alike اذا مختلفة ايضا بداية الكلمة نسميها شوى ايضا ال A ممكن الفضة O يعني اجي حرف A بعدين L ال A نطقه O tall tall عدنا small لاحظ اذا حرف ال A came mat father was alike tall اذا حرف ال B عادي الفض كما يلفظ لنغة العربية bat blue الس ممكن يلفظه س او كان اذا جاء بعده احد الحرف هذه C I C E C Y نلفظه C city لاحظ كلمة cycle اول حرف C البعده كان لماذا الس الاول البعده Y او ممكن يلفظ K مع عدد الحروف هذه مثل cat car وهكذا ممكن مثل عدنا كلمة special اذا جاء حرف C I A نلفظه ش دائما باخر الكلمة traffic اخر الكلمة حرف C يلفظ K اذا حرف C يكون س او يكون عدنا K بالنسبة لحرف D عادي يلفظ كما للغة العربية dear dad mad mad فيديوه مفصلة يحب يرجع عليها تكلمنا عن كل حرف بشكل مفصل لكن هذا الفيديو انه كل الحروف بشكل عام نتكلم عنها عدنا حرف E نلفظه A مثل فتحة يعني man لا نقول من man pen man pen او او اذا كان W نلفظ E طويلة three seen لاحظين اذا دائما باخر الكلمة لا يلفظ حرف E باخر الكلمة ابدا لا تلفظ like ride لدينا حرف F يما يكون يشكل F نفسه او يكون GH او يكون PH مثل عندنا far عادي حرف F واضح ايضا PH نلفظها ف مثل phone ايضا GH ايضا نلفظها ف مثل cuff لاحظين حرف ج اذا جاب عنده I E Y نلفظه G G مثل كلمة PAGE لاحظ PAGE مثل جيمة العربية G CHANGE لاحظين ما عاد الحرف الثلاثة نلفظه G مثل كلمة GO GO حرف H نلفظه H HAND HAND احيانا لا يلفظ مثل كلمة HAND نلفظه HAND احيانا لا يلفظ مثل كلمة AWAR وهي كلمات قليلة AWAR ايضا اذا جاء وعدنا WH WH الH ما يلفظ مثل كلمة Y لا نقول WHI WHAT اسمع الاستفام WHERE WHEN لاحظ WHEN WHERE WHICH اذا لاحظ الH ايضا ما يلفظ عدنا حرف I يلفظ I مثل كلمة LIKE لاحظ اذا كانت كلمة متأب E وفي حرف I يلفظه I LIKE ايضا يلفظ E PIN PIN SIN لاحظ كأنه حرف E J late late او يكون L مفخمة WELL WELL WALK TALK حرف M عادي مثل اللغة العربية MOON SEEM لكن اذا جاء حرف M بعدين B ال B ما تلفظ LAM لن نقول LAMB LAM ال B SILENT NICE ايضا نلفظ NICE NOSE عادي ايضا اذا جاء حرف M بعدين N ال N لا يلفظ مثل عندنا AUTUM لن نقول AUTUM AUTUM يعني فصل الخليف L-O عادي نلفظ O SMOKE NO حرف P كما نقول يجب أن نشدد على حرف P مثل عندنا PIN PIN PRAY لا نقول PRAY نلاحظ PRAY نضغط عشفتين P PRAY ايضا احيانا لا يلفظ قليل بداية الكلمة لا يلفظ قليل جدا مثل كلمة PSYCHOLOGY لا نقول BISYCHOLOGY PSYCHOLOGY ايضا P بعدنا H نلفظ مع بعض او سوية F مثل كلمة PHOTO PHYSICS PHYSICS شغل عربية RING RING RATE نحاول حرف R باخر الكلمة ما نلفظه مثل كلمة K لا نقول CAR WATER لا WATER WATER K F كانوا الـ R ما يلفظ ايضا حرف S نلفظه S عادي C SEED اذا جاء بعده S H نلفظه SHA مثل كلمة SH 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 ملاحظين طبعا اذا جاء حرف CH نلفظه CHA مثل كلمة CHA CHOOSE اذا SH CH CH اذا SH CH كانوا T مع CH T عادي T نلفظه T MAT RAT CAT طبعا T اذا جاء بعده حرف H يما يكون THE او يكون THA مثل كلمة THAT THIS THANK TOTH يما يلفظ THE او يكون عدنا THA طبعا من خلال الممارسة والمتابعة والتدريب نعرف THE يعني متى الفظ THE او متى THA عدنا حرف U نلفظه U US اوقات الفظ A BUT BUT U PUT PUT لاحظ USE BUT BUT PUT عدنا V عادي نلفظه THAN GIVE نميز بين حرف F و V عدنا لاحظ THAN THAN W نلفظه WH WHERE WHEN WHAT يعني W بعدين H الH ما تلفظ إذا كان عدنا W بعدين R الW ما ينطق RIGHT RIGHT يعني الW silent RIGHT WRONG WRONG إذا كان عدنا X FIX FIX إذن نلفظه K مع S أيضا ممكن نلفظه G مع Z مثل كلمة EXAMPLE EXAMPLE إذن G مع Z EXACTLY EXACTLY لدينا حرف الW نلفظه مثل YA YA مثل YALO YALO YEAR YEAR Z نلفظه عادة Z Z Z PRIZ PRIZ بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا عن English Alphabet الأحرف الإنجليزية و كيف ألفظ كل حرف وما هي الحالات التي يأتي بها هذا الحرف في الكلمات الإنجليزية أيضا من المهم معرفة الأحرف الإنجليزية كما قلنا البعض تطلب منتجية هذه الكلمة بيعطيك حرف P بدلا عن حرف B يعطيك حرف I بدلا عن حرف E U بدلا عن حرف O ال Y أيضا لا يعرف نطقها إذن يجب معرفة الحروف أولا لتقن اللغة الإنجليزية وحسن من مستوي أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته